من جهتي قال المدير العام لمعهد باستور زبير حراث أن حالة الإصابة بالإسهال الحاد لا علاقة لها بدائل الكوليرا مبرزا بأن المعهد تلقى عينات من مستشفى بوفريك ومستشفى القطار والتي ستظهر نتائجها النهائية بعد ثمانية أيام هذه الحالات تعيير مستمرة لحد الآن هناك نتائج أولية لتظهر بأن الجرثوم لسبب هذه الحالات الوبائية تشبه الجرثوم ليؤدي إلى ظهور حالات الكوليرا ولكن ما نرش متأكدين مئة بالمئة من هذا لأن هناك بعض الجراثيم المتشابهات يمكن أن تؤدي إلى هذه الأعراض أي الإسهال الحاد والقيء والجفاف الحاد الماء في الحنافيات هو ماء طهر غير ملوث أما الماء اللي في البئر وفي العناصر اللي مراهش كنترولي مراقبة هي ملوثة ولكن لا يوجد هناك علامة ظهور جرثوم الكوليرا ترجمة نانسي قنقر